في الوصية رقم 71 من وصايا سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ما زلنا نسير في هذه الوصايا المحمدية الطاهرة الشريفة النقية الزكية أكف دائما وأبدا في هذه الدقائق أكف فيها حول البناء والتعمير من صفات المتقين حقا يعني إيه البناء والتعمير من صفات المتقين سيدنا نبي صلى الله عليه وعلى حضراتي وآله يقول في الحديث الصحيح إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة زرعة عرف الفسيلة حيط الباب النخل دي فإن استطاع أن يغرسها فليفعل قبل أن تقوم القيامة يا رسول الله قبل أن تقوم القيامة إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل شفت البناء سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى البناء والتعمير والتشييد لأن البناء والتعمير والتشهيد كل ذلك منهج الحق سبحانه وتعالى هو منهج ربنا سبحانه وتعالى ومنهج سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم إزاي مولانا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها تمام والذي جعل لكم الأرض ذلوا لم فمشوا في مناكبها وكلهم من رزقه وليه النشور لم ترى أن الله يخرج زرعا مختلفا ألوانه ومن الجبال جلد ربين وحمر ومختلف ألوانه كذلك شفت كل هذه الآيات الكرآنية وغيرها الله سبحانه وتعالى أمورنا فيها بالبناء وسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فإني استطاع أن يغلسها فليفعل طيب يا مولانا إذا كان البناء والتعمير ده منهج ربنا ومنهج سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم على طول ضد البناء إيه التخريب أو الخراب يبقى المنهج ده مش منهج ربنا ولا منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن منهج البناء ده منهج ربنا ومنهج سيدنا النبي عكسه التخريب ده مش منهج ربنا ولا منهج سيدنا النبي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون إذن الإنسان ينبغي عليه أن يكون من أهل البناء طب اللي بيبني مونانا وبيعمر ربنا سبحانه وتعالى بيقف معاه ربنا سبحانه وتعالى بيسعده ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه بدليل سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بدليل عشان نستفهم ونفهم كلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالبناء والتشييد لن تكون دولة بغير بناء ولا تشييد سيدنا نبي لما هاجر من مكة إلى المدينة عمل إيه بدأ على طول صلى الله عليه وسلم بالبناء عمل صلى الله عليه وسلم على حضرته وآله أول حاجة عملا المسج له بدأ يبني بدأ يبني عليه الصلاة والسلام ثم آخر بين المهاجرين والأنصار ثم وضع الدستور القانون إذن أول حاجة أدي البناء ماشي وبعد ذلك المؤخاو بعد ذلك الدستور القانون المنظم لهذه الحياة إذن الإنسان ينبغي عليه في هذا التوقيت أن يفقه إلى أصحاب الكذب والشائعات أبضلين المضلين الذين يضلون الناس ويضللون الناس باسم الدين والله ورسوله براء من هذا القول ومن هذا الكلام ربنا يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون اللي يقول لك خرب ودمر وعمل وكذا دامش بتاع ربنا أبدا ولا منهج ربنا ولا منهج ربنا أنا أكلمك بالدليل بالحجة بالبرهان ليه يا مولانا؟ لأن منهج ربنا زي ما ذكرت وجبت الآيات معروفة هو البناء والتعمير والتشهيد وإننا ابني وعمر واجع الأرض صالحة للزراعة والصناعة والتجارة وابني للناس يبقى هذا المنهج الرباني وده منهج سيدنا نبي صلى الله على حضرته وآله عليه الصلاة والسلام إنما يقول لك خرب ومش عالف إيه وكل المجتمع وصل المشكلة عند هؤلاء الجماعات المتطرفة أصحاب العقول الكليلة والذين رانا الله على قلوبهم ينظرون إلى المجتمع بعدة صفات عندهم مفرقات سابعة نبقى نذكرها إن شاء الله في حلقات أول حاجة أقول لك الجاهلية المجتمع أصله جاهل وبعد كده مفسك المجتمع بعد كده أم كفر المجتمع يبقى يجهلني وفسقني وبعد كده يكفر المجتمع يبقى النظر إلى المجتمع كله إن المجتمع كافر آه يعني إيه اللي يحصل يحل دمه ويحل التخريب ويحل ويحل وهم دول عوزينه ولم ولن يستطيعوا ليه مولانا تتكلم بيعني بسكة ليه كده إن الله معنا إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنما أنك تتحك على أولي الناس وتزع الشائعات والأكاذيب وتروج للشائعات والأكاذيب من أجل يعني الأهواء ومن أجل مصالح دنيوية ومن أجل ما استطعتك أنت هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش سيدنا النبي اللي قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما والحديث في الصحاح أن يحدث بما سمع وفي رواية بكل ما سمع كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يأخذ يأخذ هدهد اشتغل خلينا أقول نقل الكلام بأمانة صحفي بأمانة إعلامي بأمانة كل اللي أنت عاوز تقوله في الهدود قوله بس بأمانة إذن مولانا أني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجون الله يسجون الشمس من دون الله وزيانا لهم الشيطان وعماله سيدنا سلمان قال له شوف عشان تكون عندك يعني ثقة ما خدش الخبر كده ومشي لا وجدتها وقومها يسجون الشمس من دون الله وزيانا لهم الشيطان وعماله تضعهم على سبيل فهم لا تدون ألا شوف بيعيب عليهم ألا يسجدوا لله قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين وأبلها قال له يعني وتفقل الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ خلي بالك بقى من سبأ بنبأ يقين النبأ أي الخبر العظيم ذات الشأن إني وجدت أمرأة تملكم ومع ذلك سيدة سبأ قال له قاله سننظر مش كل اللي يقول لك حاجة تسمحها تبقى حقيقة وتصدقها ما هو المشكلة عندنا خلي بالك الناس مفكرة الكلام اللي بيخرج بس ربنا يا حاسبنا عليه طب ما هو اللي بنكتب ده ما ربنا برضو يا حاسبنا عليه اللي انت ماسك حضرتك السوشال ميديا الفيسبوك ولا الواتس ولا الكلام من ده عام حضرتك عمال تكتب عليه بتكتب شائعات وأكاذيب ده أنا شفته فلان وفلان كذا عمل دراح أين تي قال له انت شفت معاك دليل انت معاك دليل انت شفت كل ده ستحسب عليه كل اللي انت بتكتب ده ستحسب عليه قال له يبقى ينبغي على الإنسان أن يفقه جيدا يا أخي حادثة الفئة الإفك التي جاءت في عرض أمنا عائشة الحصان الرزاني الشريفة العفيفة الطاهرة الزكية النقية الورعة المؤمنة الأواهة القوامة الصوامة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة من تصديق كانت بحديثة إفك ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مليء منهم مكتسب من الإث والذي تولى كبره منهم نوم عذب عظيم إذن وربنا قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا الفاحشة مش مقصود الزنة بس من قول أو فعل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابوا نقليموا في الدنيا والآخرة والله يعلموا أنتم لا تعلمون مش كل اللي حد يقولك تسمع للجماعات المتطرفة والإرهابين يقولك ده بيخرب ده بيع لا 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 التعمير والبناء هو هدف سيدنا الشيخ الشعرون كلها بنحبه آه يا مولي احنا بنحب سيدنا الشيخ الشعرون طب لما احنا بنحب سيدنا الشيخ الشعرون لما قالك الثائر والحق هو الذي يثور آه ليهدم الفساد ثم ليهدأ ليابناء الأمجال احنا عملنا ايه شلنا الجماعات المتطرفة والإرهابية اللي خربت الدولة والناس باسم الدين وراحت فين بقى راحت إلى غيبة الجب حيث أمر الله وخلي بالك وإحنا بنعمل ابن ابني يبقى ايذن احنا بن ابني يبقى خلي بالك خلي بالك مش كل اللي تسمعه تقوله ليس كل ما يسمع يقال ولا كل ما يقال جاء وقته ولا كل ما جاء وقته حضر رجاله تاني ليس كل ما يسمع يقال ولا كل ما يقال جاء وقته ولا كل ما جاء وقته حضر رجاله وخلي بالك من أصحاب البدع والتفسيق والتكفير والجاهلية والحاكمية والخلافة كل المصطلحات اللي انت بتسمحها دي كلها إن هي إلا أسماء زعموها من أجل السيطرة عارف ليه وبينسكوها باسم الدين وانت أضرب الدين من أهل الدين من العلماء الدين يا أخي إحنا في ناظره إحنا عالم جهلة وإلك شيخ وعمة وبتاعه وكلام من ده وفاهم ما يدرش نقشك لأنك فاهم ما تدر تقوله إنما له يسيطر على من لا يعرف يا أيها السادة أقول كلمة ألقى بها الله سبحانه وتعالى وسيحاسبني الله والله ما يفعل في مصرنا العزيزة والله وتالله وبالله ما هو إلا معجزة من الله سبحانه وتعالى وبتأييد وبفضل من الله سبحانه وتعالى لأن منهج البناء هو منهج الحق سبحانه وتعالى ومنهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أقول دائما وأبدا إن الله معنا معنا موسيقى موسيقى